السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سننهضر على المباراة الثالثة لأسود الأطلس في المونديال القطاري واللي كان ضد المنتخب الكندي والبداية ستكون مع التشكيل الأساسية واللي كالعادة مع المدارب وليدر قريقي لا توجد أي مفاجأة تذكر الاستقرار ثم الاستقرار للتشكيلة وهذه نقطة إيجابية طبعا بحي تحافظ وليد على نفس الرسم تاكتيكي 4141 مع تغيير لعب واحد فقط لهو سليم أم الله الذي لم يكن جاهز لهذه المباراة بسبب الألم الذي لديه في الركبة كما ذكرنا في الفيديو الباريحة المهم على السريع لدينا حراسة المرمى ياسين بونو كقلب يدفع نيف أقرد وغنم سيس وكظاهر أيمن أشرف حاكمي ونصر المزروي كظاهر أيصر أما كعصر لدينا سوفيان أمرابط وأمامه كل من العزدين أونحي وعبد الحاميد الصابيري أما توليخ خط الهجوم لدينا حاكم سياش سوفيان بوفال ويوسف نصيري بداية المباراة وبكل أمانة تفاجأت بالأسلوب الرائع لدخل به المدرب والدرقراجي والذي لم يكن متحفظ باتاتا بحيث من الأول دخلنا طاقتين ومطبق البريسينك بخمس لاعبين اللي هما الصابيري وناحي زياش بوفالون صيري وديما أمرابط كيلعب دون ليبير وراء الخماسي وكما كان متوقع المنتخب الكنادي كي يهاجم بكتافة عددية أي بأكبر عدد ممكن من اللاعبين وبخطوط متقدمة جدا وبدون أي تحفظ وهذا الشي اللي كنا ذكرناه في الفيديو دي النقاط قوة وضع في هذا المنتخب وهذا الأسلوب اللاعب ديالهم ديما كانوا كتر كولين مساحات فارغة وقلت لكم هذي يومين أن اللاعبين اللي كيكونوا قادمين من الخلف ديما ما كيكونواش مراقبين وهنا فين يمكن لنا نضربهم بالكاو وفعليا هذي اللي شفناه في الهدف الأول دي الحاكم زياش اللي كان بدون أي مراقبة تذكر واللي قدر يسجل هدف بطريقة رائعة جدا واللي هو أول هدف عنده في كأس العالم وهذا الهدف صراحة خرجنا من الضغط اللي كنا فيه في الأول ولكن ما خاصناهش نجاله العمل الكبير ديالي يوصف انصاري اللي لولا الضغط دياله ما كناش غادي نشوفه الحارس كرشابك وكي يعطي التمريره الخاطئة وأيضا الموتى ليه الأجاب وهو أسود الأطلس بعدما سجلوا الهدف الأول ما تراجعوش بتاتي للخلف بحيث تبقاوا لعبين بنفس الأسلوب اللي هو الضغط على المنافس وفعلا الحمد لله قدرنا نجيبه الهدف الثاني عن طريق المهاجم يوصف انصاري اللي تبت اليوم لجميع أنه مهاجم كبير جدا والأصيص طبعا كان منها الرائع والمبدع والساحر حاكم زياش اللي اليوم عدب ليك منتخب كناطا بكل ما تحمله الكلمة من مقاييس ولكن للأسف من بعده تلقينا الهدف من خطأ واللي كان غير مقصود من المدافع نيف أغرد وبكل أمانة من بعد هاد الهدف ديال منتخب الكناطي سيطره على باقي الشوط الأول بالكامل أما في الشوط ثاني فكان واضح أن المدرب وليد القراغي بغى يحافظ فقط على النتيجة بحيث يفضل يلعب في الخلف ويعتمد على الكنتراطات وبذلك خلل الاستحواذ للمتخب الكناطي واللي كانوا كيشكلوا علينا الخطورة في أكثر من مناسبة وبالمناسبة كنا غادي ندفعوا التمنكات على هذا التحفظ اللي كان مبالغ فيه في الكثير من الأحيان ولكن الحمد لله في الآخر سيرنا الشوط ثاني كما يجب ومن الإيجابية في هذا المات هو أبل حميد الصابيري اللي كان منشط وسط الميدان وكان كيسام في تسلع الهجمة بشكل ملحوظ جدا وأيضا أشرف حكيمي إلا لاحظته حتى معنادي باريسان جرمان فاش كيكون مكلف بمراقبة شي لاعب كيسد عليه وما كيعطيش الفرصة بتاتا وهذا شيء اللي شفنا اليوم أيضا مع الفونسو ديفيز وطبعا حاكم زياش كان نجم المباراة بالهدف والأصيس إضافة إلى الروح والقرينتة والقيشالي دياله في الدفاع أما سوف ينأمر رابط كالعادة كالمقاتل ومحارف في أرضية الملعب إذا باختصار مبروك عليكم إخواني المغاربة على هذا التأهل التاريخي والمستحق لأسود الأطلسي الدور الثاني شكرا لوليدر جريغ والطاقم التقني اللي معاه وشكرا لجميع اللاعبين كل واحد بإسمه حقاش فرحتوا الجمهور المغربي والعربي وأبهرتوا من العالم بالروح والقرينتة والأداء الرائع ديالكم وراكم ما رفعتوش فقط الرعاية المغربية بل الرعاية العربية وديما المغرب ما شاء الله الله مبارك وزيد في ذلك كيشرف لك الجميع والحمد لله على هذا التأهل صراحة فرحة لو توصف ومرة أخرى مبروك عليكم إخواني المغاربة وإن شاء الله لي جاي أحسن بإذن الله وديما ديما مغرب وبهذه الكلمات كنكون وصلنا لختم الفيديو وخير وكلامي مع قلة ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلام